موسيقى نهرك سعيد يا فندي أهلاً وسهلاً كل سنة وحضرتك طيب ويا ربي بعيد سعيد عليك وعلى كل الناس اللي حواليك الله يعفزك أهلا بيك أستاذ لويسة هتكلم لأول لما اتكلم في السياسة كده عايزة عرف مين أول حد بيعيد على حضرتك آه سؤال مهم أبنبتدي نتكلم في السياسة ثم الحقيقة أنا ليا يعني احنا كلنا ستة أخوات آه ربنا تلات أولاد وتلات بنات أنا للأسف الوحيد اللي بقي من الستة لكن كلهم بقى ربنا اداهم وخلفوا فأولادهم هم أول ناس بيكلموني من مبارح لغاية النهار ده وهما اللي بروح أقضي معهم يوم العيد يعني إحنا واخدينك من الاحتفال النهار ده معلش لا يعني لسه الصبح هم كمان مش قبل الساعة واحدة أو اثنين بس قالت الفطرت وقالت الفتة والحاجات ده مبارح بالليل حصل خلاص أنا فاتتني الأكل فاتتني وليمت مبارح ما بيستنوش بعد ما بيخلصوا القدس يروحوا البيت يأكلوا على طول فاتتني أنا كان جراني كنت دايما يعني عزلت بقالي فاصلة فكنت دايما على طول باستنى اللحمة بتاعنا يا رب بيبعيد سعيد على كل الناس وعلى كل الشعب المصري ويعدي بسلام كده يا رب إن شاء الله أستاذ دويس خالي نتكلم مع حضرتك كن لسه عندنا فقرة بنتكلم عن الانتخابات دلوقتي حالا وعايز أعرف هل في تخوف عند حضرتك من فوز الإسلام السياسي بهذه النسب في انتخابات مجلس الشعب؟ لا أنا الحقيقة ليه لأني أنا بتعامل معهم ليه فترة طويلة يعني يمكن ناس كتير ما تعرفش أنا كنت في حفل إفطار المرشد العام وليه أصدقاء كثيرين من أعضاء الإخوان المسلمين خاصة يعني أنا ليه دلوقتي تقريبا قربت على ستين سنة بشتغل كصحفي فمن هنا الحقيقة يعني في المسيرة وإحنا ماشيين التقينا بناس كتير وشفنا حاجات كتيرة يعني أنا هقولك على حاجة غريبة سنة ستين كنت راجع من دراستي في أمريكا وبعدين كان فيه هناك حملة بتطالب بإلغاء عقوبة الإعدام فأنا كانت عجباني الفكرة فروحت الحقيقة لعميد كلية الحق في ذلك الوقت الدكتور محمود مصطفى وهو عالم جليل ونقشت معاه قال لي والله فكرة كويسة وكتبت سلسلة موضوعات عن ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام على أساس إن ربنا هو اللي بيخلق وهو اللي بينهي فما يجيش إنسان ياخد هذا صحيح ولكم في القصاص حياة ولكن إلا حكاية إنك تنهي حياة إنسان فأنا يعني وصلتني خطابات كثيرة جدا من أسر الإخوان المسلمين لأنه كان عبد الناصر حبسهم وكان يعني كان بعضهم محكم عليه بالإعدام زي سعيد رمضان وزي عدد كبير قوي من بتوع التنظيم السري فلاقت صدى كبير أنا ما كنتش متوقعه إلغاء عقوبة الإعدام ما كنتش فاهم السر أنا يعني إيه الصحفي مبتدئ وبعدين قلت يلا هذا الاهتمام أكونش صحفي كويس وانا ميتابيان فكان السبب هو الصدور عقوبة الإعدام على عدد من قيادات الإخوان وتم تمثيزها في سيد قطب فقط سيد قطب فقط فيعني إيه الانتخابات الحقيقة من زمان وأنا بس أنا قبل من الكلام عن انتخابات الحقيقة تفتكر لو طلعت بالمبادرة دي دلوقتي وهم في انتخابات أغلبية في مجلس الشعب هيوافوا عليها؟ هيوافوا عشان لسبب آخر لأن فيه ناس في الطرق عايزين يعدموهم يبقى مش هيوافقوا يبقى مش هيوافقوا فارجع تاني لسؤالي وهو أنه انتخابات مجلس الشعب أتت بأغلبية لإنتهار الإسلام السياسي فيه تخوف عند الأقباط كمان أنه حققهم ووطنا طبعا الأقباط زي بقية الشعب العادي مش متخوفين ليه؟ لأنهم اللي احنا مش عارفينه هم عايشين معاهم لما تروح الأحياء الشعبية هتلاقي أكتر ناس بيعرفوا السلفيين والإخوان المسلمين الأقباط اللي في الأحياء الشعبية ليه؟ لأنهم بيتعاملوا معاهم بالحكمة يعني ايه؟ يعني هو متحمس لدينه وده مش عيب ولما يعني بيزودها على حد من الأقباط بيهب مسلمين يدفعوا عنه فمن هنا الحقيقة الشعب قادر يجد معادلة من التوازن في هذه العلاقة إنما اللافت للنظر هو ايه؟ في الانتخابات دي كلها ايه؟ إن زي ما كان الحزب الوطني بيفوز بكل المقاعد بتفوز أيضا الإسلام السياسي إذا كان حرية وعدالة أو نور الإخوان والسلفيين إذن ده اتجاه مين ده عامله ومين مرتبه الله أعلم ولكن هذا اتجاه خاصة إذا أضفنا إلى ذلك أن الذي تولى الحكومة في المغرب برضو تيار إسلامي والذي تولاها في تونس تيار إسلامي وإلا هي تولاها في مصر تيار إسلامي وبإذن الله لما تنجح الثورة في سوريا تيار إسلامي إذن هناك التيار الإسلامي اللي كانت أمريكا وأوروبا بتهجمه في 2001 بدأ النهاردة يدخل تجربة إيه الحكاية بالضبط دي يعني مش صدفة ويجب أن احنا نفتح أذهلنا ونتأمل إذا كانت معاهدة سايدسك بيكو التي أوجدت الدول المستقلة استقلالا سوريا في كثير من الأحيان طوال القرن العشرين إذن القرن الواحد والعشرين اللي مرتباه لنا الدول الكبرى خاصة إن مصر لها وضع اتعرف من أيام محمد علي لما القوى الكبرى نسيت مصر استطاعت مصر خلال 35 سنة إنها تصبح قوة الثالثة في العالم إذن مصر دي بالذات مش لازم تقب مش من أبنائها ولا من حكامها ده الدول الكبرى هي اللي بتقرر هذا يعني إذا كانت هناك الدول الأوروبية إذا كانت هناك أمريكا إذا كانت هناك يعني دول عظمى أخرى بتفكر إن مصر دي تفضل كده طفية زي السفنجة فوق المية لا تغرق ولا تقرر يعني حرك من أصحاب النظرية أو من اللي بيدعموا نظرية الأصابع الخارجية والقادي الخفية في الأحداث اللي بتحسن مش الأصابع الخارجية هي انت عارفة إيه هي مش أصابع خارجية لأنها كلها داخلية الآن ليه لأن الأصابع الخارجية لعبت واشتغلت من سنة 74 ورتبت نفسها هنا وبقى اللي بيعملوا الحاجات في بعض مصريين في مصريين أه يعني هي دي المشكلة دي بقى لأنه لما تاخدي عدد من الأفلام اللي ظهرت في العشرين سنة الأخيرة اقتربت كثيرا من الحكاية دي يعني هتبقى تلاقي ان عدد من عشاره إلى أن يعني أقرب الناس اللي هي بتبقى بتحمي الفساد هم الذين هم في السلطة بيحمل الفساد ليه لأن حماية الفساد فيه منافع لهم من هنا أقولك على يعني حاجة غريبة جدا مهاتير محمد تولى تولى ذمام الحكم في ماليزيا في نفس اليوم الذي تولى فيه الرئيس حسن مبارك حكم مصر الاثنين في سبعتاشر أكتوبر سنة واحد وتمانين ده طلع في ماليزيا رئيس وزارة وده هنا رئيس جمهورية ورئيس وزارة في نفس الوقت مهاتير محمد خلال عشر خمستاشر سنة خلى ماليزيا من النمور الأسيوية احنا هنا بدأ الفساد يدب وبدأت سيطرة رجال الأعمال وبدأ سيطرة رأس المال وبدأ الفساد ينتشر إلى لغاية ما وصل إلى القرية والنجعة في المحليات وده وطلع في يوم من الأيام رئيس ديوان رئيس الجمهورية يعلن على الملأ في البرلمان أن الفساد في المحليات وصل للركب واندهش المصريون أيام قالوا الله لما رئيس ديوان رئيس الجمهورية بيقول الفساد للركب طب ليه ما بيعملش حاجة وهذا التساؤل ظل حتى اليوم بلا إجابة يعني لما يكون رئيس ديوان رئيس الجمهورية يعلم هذا يبقى بالتالي الرئيس مبارك يعلم هذا يبقى بالتالي الحكومة التي تحكمنا تعلم أن هناك فساد صحيح نجاح تجربة مهاتير محمد كانت إيه؟ أنه سد صغرات الفساد أفل عليها وعنده 30% من الشعب الصينيين أتاح لهم الشغل لما كانوا بتيجي الناس اللي هي زي جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدايقهم شالهم وطلق يد الصينيين هناك فارتفعت بليزيا وأصبحت من النمور الأسيوية وبين أحدا جبت صيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هرجع لسؤالي اللي هو تخوف المسيحيين المصريين من نمو الطيار الإسلام بشكل عام لي علاقة بالتصريحات اللي بيقولها أو اللي بتتقال على لسان الممثلين لهذه الأحزاب إذا كان حراء وعدالة أو إذا كان حزب النور ما بين أنه إحنا هنلغي ستات معرفش تعمل فيها إيه أو اللي بيعمل إيه لابد الفم المليان قال كلمة أخطر قال ما نبقاش رجالة لو ما حرقناش كل الكنايس ودي كانت أول مرة في مصر يعني منذ الفتح الإسلامي من 14 قرن عندما دخل الإسلام إلى مصر لا يجرؤ أحد في مصر أنه يمس دار عبادة بما فيها اليهودية صحيح فكيف يجرؤ هذا السلفي على أن يقول هذا والأخطر من هذا كيف يترك دون محاكمة ده التساول الأكبر يعني يعني واحد طلع في التلفزيون شايفينه كلنا وعارفينه ما حدش أبض عليه لغاية النهاردة ولا حد حكمه حتى لو طلع براءة لو قال إنها لحظة انفعال وجدوله العذر إنما لم يسأله أحد وهنا الخطورة فاللي بيخوف الأباط ليس وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم وليس وصول حزب النور إلى الحكم لكن اللي بيخوف الأباط أن سيادة القانون تنتهك ولا تطبق عندما يقف ناس بيعملوا اللي عملوه في كنيسة الخدسين السنة اللي فاتت في اسكندرية أو الذي حدث أولي في حكاية ناجح حمدي حكمه الكموني وأعدموه لكن مطفح في عدد من الظواهر الأخرى التي تمت ولم يحاكم أحد عدم تطبيق القانون على الفاعل خاصة إذا كده هو الشيء الذي يزعج الأباط لأن سيادة القانون هي التي تطمئن جميع المواطنين هو يزعج المسلمين والمسيحيين يزعج مصر كلها نبقاش فيه سيادة للقانون يعني فقط خلي بالك من حاجة هو المنزعج من حكاية وصول الإخوان والسلفيين مش اللقبات بس لقباتوا عدد كبير من المسلمين لأنهم عارفين أن نوعية الناس التي تلغي تفكيرها وتتعصب ده ما يعملش حاجة صالحة الناس اللي بتلغي التفكير يعني الإخوان المسلمين قيمة على نظام السمع والطاعة لا تناقش ولا تجادل اللي قولك عليه تعمله ما ينفعش ده مع الديمقراطية السلفي أنا كنت من أحب الناس إلى قلبي السلفيين في بلدنا وأنا صغير ليه؟ لأنهم كانوا يهتمون بتطبيق مبادئ الإسلام على نفسهم بس ما بيقوش حايتين لا مع الآخرين لا مع غير علا يعني علا من هو يكبر الآخر لا 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 ما كانتش يكبر لا لأنه إيه أنا عرفت آية من القرآن وحفظتها منهم ليه؟ ولتجدن ولتجدن بسم الله ولتجدن أكثر الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك أن منهم قسسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون هذه الآية الكريمة أنا حفظتها من بعض السلفيين الشبان في مدرسة السلطان الفرغة الابتدائية في مدينة أبوتيك بأسيوت من هنا باجت أن مش اللقبات بس اللي متخوفين من حكم المتعصبين لا وأيضا المسلمون المسلم المستنير المسلم الطيب يعني في حاجات كتير أقولك عليها حصلت في حياتنا لا يمكن أن حد يتخيلها يعني مثلا إحنا كنا أصدقاء مع الشيخ الشرباصي وكانت زوجاتي كنا بنسكن في سنة جميل في شقة في المانيل وكان أصبنا على الضفة الثانية جامع فكان بيطلع حد يؤدن للصلاة فذات يوم اعتلى المنبر شخص صوته كريه جدا فراحت سنة كلمت الشيخ الشرباصي قالت له مولانا لو وقتك يسمح أحب أنك تشرفني في العصر أو المغرب لكي تشرف إنجان شاي عندنا وتسمع اللي بيحصل وتسمع اللي بيحصل قال لها بيحصل قلت له أنا بحب صوت الأدان وبيعجبني وبقى سعيدة جدا وأنا باستمع إليه عندما يكون جميلا ولكن عندما يؤذن للصلاة رجل صوته خشن وصوته يعني ليست فيه موسيقى كذا والله ما فيش أسبوع كان مغيره من هنا أنا عايزة أقول لك إن الشعب المصري فيه علاقة مودة بين المسلمين والأقباط لا يستطيع أحد ينزح يعني تحدث هذه الأشياء مثلا كنيسة القدسين أو كنيسة النجاح حمادي أو الكشح أو الحاجات دي وفي نفس الوقت اللي عنده معهد مع مسلم لا يلغيه سواء كان معهد غدا أو معهد فطار أو معهد عشق أو معهد لقاء أذكر في مرة من المرات كانت أحدى الكنائس في شبرة بتلقى عليها الكنابل وكنا أحدى وأبو بكر عزة وزوجاته الرائعة وهي زميلة في التلفزيون هنا كوسر هيكل وأولادهم كنا واخدين شليهات في حلوان عشان نمضي العيد مع بعض فهنا الحقيقة لا يمكن أن تتخيلي هذه المواد قائمة حتى اليوم طبعاً وموجودة بالتنين ولا يمكن فالتخوف من وصول المتعصبين إلى المجلس تخوف للمصريين كلها واضح للمصريين أستاذ لويس عشان وقتنا بيخلص أنا ختاماً كده عايز أسأل حضرتك تفتكر أنه بنتوقع أو بنتمنى مشاركة أكبر على المستوى السياسي من المسيحين المصريين لأنه فيه خزل شوية أنا بصراحة مستحديداً على الأقباط المهجر ومشاركته مسياسية يعني ليه ما شاركتوش يعني عندي إحساس أنه هيفضل لغاية إمتى إحساس أنه المسيحي يحزين ويبتدي يدخل في الحياة السياسية والمعترك السياسي كده زي من قول لما دخلوا نجح يجي 7-8 في الاتحادات النفاية يا مساهل طبعاً سأبت كلمة المشاركة يعني مثلاً أقباط المهجر مالهم مش خزلان من مشاركته أقباط المهجر ما يأخذوش نموذج للأقباط ليه لأنهم دول خلاص دخلوا في مجتمع تاني وخدوا جنسية تانية هم بس يعني إيه لأن أمريكا ما إحنا لازم نشهن كل أمريكا تشجع المغتربين كلهم سواء كان يوناني إنجليزي كذا 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 ولكن أنا عيشت أربع سنين هناك للدراسة لو أنت فحصتي المجتمع الأمريكي تلاقيه مجتمع متعصب وعنصري آه مفهوم طبعاً يعني هنا مثلاً هديكي في مصر أنا دايماً كنت أقول أن المصريون يجب أن يفتخروا بمعاملة المسلمين للأقباط في مصر ليه لأنها نموذج لا يوجد في العالم هنا مثلاً لو أنا معي فلوس وعايز أشتري بيت في أي مكان لأحد يمنعني معايا فلوس وأقدر أسكن في الحتة اللي تعجبني ونعم تقولون كده دي أفكار لحسن يكونوا عايزين يعملوا كده فينا الفترة اللي جاية أستاذ لويس يعني شكراً جزيلاً عوجودك معنا وكل سنة وحضرتك طيب ورب دايماً بسحة وسعادة كده يا رب شكراً جزيلاً خلصت حلقتنا النهاردة مرة تانية كل سنة وكل المصريين طيبين مسلمين ومسيحيين احتفلوا بالعيد واستمتعوا وإن شاء الله يعدي بسلام وألف سلام وصباح الفت